بحضور رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران وبتنظيما من ملتقة طلال أبو غزالي المعرفي بعمان رعى الدكتور طلال أبو غزالي وبالتعاون مع المركز الأردني لبحوث التعايش الديني حفلا موسيقيا بعنوان ميلاد مجيد يا أردن أحيته جوقة ينبوع المحبة وقد حضر الأمسية التي تخللتها ترانيم ميلادية ومقطوعات شرقية عدد من الأساقف والأباء الكهنة والدكتورة باسم السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن وجمع من الشخصيات الرسمية والدينية والمجتمعية وقد أجمع المتحدثون في كلماتهم أن هذه المناسبة التي تتزامن مع احتفالات الوطني بموسم الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية تجسد العيش المشترك بين أبناء الشعب الأردني الواحد حيث أننا في الأردن مسلمين ومسيحيين نشعر بالفخر بقيادتنا الهاشمية الحكيمة ليظل هذا الوطن عزيزا متلاحما ينشد الخير والمحبة والسلام أشكر أبونا نبي الحدد لأنه هو صاحب الفضل وهو الذي قام بكل الترتيبات لهذا اليوم المجيد الذي احتفلنا فيه تحت شعار عيد مجيد يا أردن وكان هذا من تصميمه ومن تنظيمه وهذه المناسبة ركز فيها أبونا الكريم على الأخوة والصداقة التي يحظى بها الشعب الأردني في ظل القيادة الهاشمية الكريمة المعظمة نحن سعداء بأننا هنا عائلة ليس هناك ما يميز بيننا إلا المنافسة في المحبة يعني كلما جمع هذا المكان من أحبة الشيء الوحيد بينهم هو يتنافس في حب بعضهم وهذا أشرف وأعز منافسي أنا دائما أنادي بأن المحبة هي أحسن سلاح المحبة هي القوة وهي الطريق للنجاح والتنافس في المحبة يجب أن يكون تحدي في كل إنسان كما نرى اليوم في هذا المكان التنافس والمحبة المطلقة فعلا نحن في عيد أسرة واحدة ما حدا بيعرف من تمسلم ومن المسيحي نحن كلنا مسيحيين وكلنا مسلمين نحن كلنا مؤمنون وأنا دائما أتشرف عندما يناديني أباؤنا الكرام يقولوا المؤمن طلال أبو غزان لأن المؤمن هو المؤمن بالله أسمى صفة أسمى صفة للجميع لأن ربنا واحد ما فيش اتنين في الله واحد ونحن كلنا عباده فأنا سعيد بأن هذا اليوم بالنسبة لي يشكل فرحة لا توصف نحن كم بحاجة إلى أن نبقى نحن معا نتعلم من هذه القامات الكبيرة شروة لحيتك الطيبة نحن سعداء أننا نطل على مغارة بيت لحم بهذه الروح روح المودة وهي مناسبة أن أهنئ سعادة أخي كبير الدكتور طلال أبو غزالة أن أهنئه بعيد الميلاد المجيد ومعه أهنئ أخي وتوأمي سماحة الدكتور حمد مراد الذي يصر على أن يكون معنا دوما بقلبه وبإيمانه وبعلمه وبرزانته ورصانته نحن هنا في موقف أنا أرجوكم أن تسمحوا لي أن أهنئكم بعيد ميلاد السيد المسيح فكل عام وأنتم النبل والخير والحب والإيثار شكرا وعيدنا جميعا سررنا وطربنا خلال ساعة كاملة أثناء الأنشيد الميلادية التي قامت بها مجموعة ينبوع المحبة بدعوة من ملطقة طلال أبو غزالة أريد أن أشكر الدكتور طلال أبو غزالة لهذا الانفتاح وهذا التآخي الذي أظهره هذه الليلة من خلال استقبال هذا الحفل المسائي بعنوان ميلاد مجيد يا أردن بالفعل نحن نشعر نحن المسيحيين بأن أعيادنا هي أعياد أردنية كما نعتبر أن الأعياد الإسلامية هي أيضا أعيادنا لأننا كلنا أخوة في الإنسانية كل سلمين اليوم نحن موجودين لنقدم حفل جديد حفل للميلاد في الأردن حفل بيركز على العيش المشترك حفل بيركز على علاقتنا كأخوة بالمجتمع في الأردن إن كان المسيحيين أو إسلام حابين نوصل كجوقة ينبوع المحبة رسالة جديدة اليوم هالرسالة هي رسالة سلام، رسالة محبة، رسالة فرح وكانت بالتعاون مع مؤسسة طلال أبو غزالة ومركز تعايش من جلوم أيضا التحية ومنشكر قناة نوسات لمرافقيتنا دائما وكل سلم تسلم ترجمة نانسي قنقر